أما فيما يتعلق بمسألة الفتوى فيما يتعلق بالغنائم الذي قلته في السابق ولازلت أقوله إن هذه نازلة ينبغي أن ينظر إليها نظرة مستقلة في ظل الملابسات التي هي مقترنة بها لم يكفر أحد بعينه ولكني قلت هناك ملابسات لابد أن تأخذ في الاعتبار عندما ينزل الحكم في غنائم هذه النازلة من هذه الملابسات أن القيادات من الصف الأول التابعة لحفتر صرحت بعدائها للشريعة وتقول لا نريد شرع الله وهناك قيادات أيضا من الصف الأول تقاتل مع حفتر وتقول طاعة حفتر مقدمة على طاعة الله وهذا بإجمع المسلمين مخالف لما عليه شريعة الإسلام فإلى الله تباك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهؤلاء يقولون طاعة حفتر مقدمة على طاعة الله فهذا تعدي وعدوان على الشريعة وخروج على الشريعة لكي لم يكفر أحدا معي ما قلت الذي قال هذا القول هو كافر قلت هذا تعدي وهذا خرور على الشريعة لابد أن يوخذ في الأتبار وهذه الراية التي تقاتل أهل طرابلس فيها هؤلاء الذين يقولون هذا القول وما يسمى القائد العام عندهم لم يتبر من هذا ولم يعترض عليه ولم يعول عليه ولم يلتفت إليه يعني كأنه يقر هذا الأمر وهو صادر من قياداته هذه أمور خطيرة لابد أن تأخذ في الأتبار عندما نريد أن نحكم على هذه الغلايم ترجمة نانسي قنقر